أهلا بكم على جيسر عربي قناة جيسر عربي قناة العرف في إيطاليا ونستكمل معكم الرخصة الإيطالية بالتفصيل لا تنسونا من الإعجابات والاشتراكات والمشاركات موجودين تحديدا في الموضوع الثاني من الرخصة الإيطالية وهو إشارات الخطر أو سينيالي دي باريكولو ومعانا إشارة جديدة من إشارات الخطر وهي دوبيا كورفا لابري مع السينيسترا يعني منحنى مزدوج الأول بيكون على الإيصار يعني في منحنى أو منعرج بيكون مزدوج أول واحد بيكون على اليسار وفي حالة وجود المنحنى المزدوج أو المنحنيات بصفة عامة طبعا لأنها بتكون علامات من علامات الخطر فهي بتوجد قبل الخطر ب150 متر عادة وأيضا أنها ممكن طبعا هنا عندنا الخطر بيكمن في محدودية الرؤية يعني الرؤية بتكون ضعيفة أو بيكون في ريدوتة فيزيبليتا ويمكن لهذه العلامة أن تتكامل مع بعض العلامات التكملية وقد تكون العلامة التكملية هي علامة تورنانتي تورنانتي بمعنى أن المنحنيات بتكون ضيقة أو مستديرة يعني ضيقة فنخلي بنا أن هي بتكون مستديرة أو ضيقة فبتكتب كلمة تورنانتي ويمكن أن تكون العلامة التكملية هي كلمة استاذة واستاذة بتعني الامتداد المسافة اللي بيمتد فيها الخطر من بداية الخطر لنهاية الخطر يعني من بداية هنا لدوبيا كورفا لبريما السينيستر حد نهايتها وممكن أن تكون العلامة التكملية مكتوبة عليها كلمة ديستانسة ديستانسة بتعني المسافة اللي بعدها هيبدأ الخطر طبعا دا كانت بتختلف عن المائة وخمسين متر مفيش عندنا علامة ديستانسة فإذا إحنا بنكون عارفين أن الخطر بيكون بعد مائة وخمسين متر تمام طبعا إحنا في الحالة دي في حالة أنه بيكون عندنا دوبيا كورفا أو كورفا واحدة أو أي حاجة في الحالة دي بنخلي بالنا من المركبات اللي هما بيأتوا من الاتجاه المقابل وطبعا بيكون عندنا بعض الحاجات لازم نلتزم بها ومنها أن إحنا نكون يعني بنهدي السرعة أو كي يكون السرعة مش مبالغ فيها وأن إحنا بنلتزم على قد ما نقدر الجانب الأيمن لو إحنا عندنا حارطين فقط للمرور يعني والطريق اتجاهين للسير يعني فيه اتجاه رايح واتجاه جاي فكل اتجاه له حارة واحدة للمرور فبالتالي بنلتزم أن إحنا نكون أقصى اليمين أو ناخذ دي منه على قد ما نقدر عشان إحنا مش شايفين المركبات التي تأتي من الاتجاه المقابل وفيه أيضا المفروض أن إحنا نخلي بنا طبعا من السرعة زي ما قلنا أن إحنا نلتزم بسرعة تكون منخفضة وأيضا أن إحنا نخلي بنا لما تكون الأرض تكون بنياتة أو لما تكون مبتلة ففي هذه الحالة المفروض أن إحنا يعني بتكون طبعا العملية أخطر فهنا بتكون السرعة أكثر اعتدالا ونكون إحنا أكثر حذرا إحنا مش المفروض نعمل أي سور باسو لأي نوع من أنواع المركبات إذا كان لدينا اتجاهين للسير وكل اتجاه له حارة واحدة مرورية لو لدينا أكثر من حارة مرورية أو إحنا اتجاه واحد للسير فيمكن عمل سور باسو أو تجاوز للمركبات ولكن لو اتجاهين للسير وكل اتجاه له حارة واحدة مرورية فلا يمكن عمل سور باسو أو تجاوز للمركبات وطبعا المفروض ان احنا بنكون اكثر حاضرا لو احنا كنا ماشيين بكاوتش الاستبن او كاوتش التوارئ اللي هي اسمها رواطينو او رواطا دي سكرسو تمام طيب هنا نشوف مكتوب معانا ايه مكتوب معانا طبعا العنوان الاول دوبيا كورفا لابريما عالسينيسترا يعني منحنى مزدوج الاول بيوجد على اليسار وهنا اونسينيالي دي باريكولو يعني علامة من علامات الخطر كيبريا النونشا والتي تسبق دي نورما التينتو تينكوانتا متري يعني بتسبق الخطر عادة بمسافة قدرها 150 متر طبعا بتسبق اونا دوبيا كورفا باريكولوزا يعني بتسبق منحنيات مزدوجة او منحنى مزدوج بيكون طبعا خطير تيكوي لابريما عالسينيسترا واللي بيكون به اول منحنى بيكون ناحية اليسار اوسيا او انه انتراتو ديسترادا جزء من الطريق نون راتيلينيو يعني جزء من الطريق غير مستقيم باريكولوزا يعني بيكون خطير بير ردودة فيزيبلتا بسبب محدودية الرؤية وهنا بوأسر انتراتو يعني ممكن ان يكون متكاملا مع ام بانيلو كون لاسكرية تورنانتي يعني مع لوحة تكملية بيكون مكتوب عليها كلمة تورنانتي والتي تعني ان المنحنيات بتكون مضيقة او ضيقة او مستديرة بير اندكاري لابريزينسا دي تورنانتي وطبعا هذا يعني وجود تورنانتي او منحنيات مستديرة او ضيقة كون البانيلو استاذا او بالعلامة التكملية التي هي الامتداد استاذا كينديكا والتي تشير الى الاستنسيون ديلتراتو بيريكولوزو والتي تشير الى امتداد الجزء الخطير كون البانيلو ديستانسا باللوحة التكملية التي تسمى ديستانسا او مسافة كينديكا لديستانسا ديلتزونا بيريكولوزا والتي تشير الى المسافة من المنطقة الخطيرة يعني المسافة التي تبعدنا عن منطقة الخطر طبعا في حالة عدم وجود البانيلو ديستانسا بتكون المسافة هي المتعارف عليها التي هي 150 متر في وجود هذه العلامة يعني المفروض فارق بارتكولار نحن نكون لدينا حضر خاص او انتباه خاص يعني نكون حاضرين من المركبات التي تأتي من الاتجاه الآخر سي بوستو سو اونا سرادة ادبيو سنسو دي تشيركولاتسيون اذا كانت هذه العلامة موضوع على طريق ذو اتجاهين للسير اكون دو صولة كورسية ولديه فقط حارتين للمرور سي دي تشيركولار البيو بوسبل فيتشينو المارجين داسترو يجب المرور على قدر الامكان حية الجانب الايمن وانتشساريو ريجولاري لعفلوشيطا يعني طبعا مهم جدا تعديل السرعة وانتشساريو ريجولاري لعفلوشيطا على حسب الرؤية الرجو دي الكورفة وعلى حسب زوية المنحنة بير بوترسي الرستار حتى نتمكن من الوقوف انكازو دي اوستاكولو امبروفيزو حتى نتمكن من الوقوف في حالة وجود عائق مفاجئ انتشساريو يعني مهم طبعا ريجولاري لعفلوشيطا يعني تعديل السرعة إن ريلاسيوني اللي كونديزيوني دي كاريكو دي كاريكو دي كاريكو دي كاريكو طبعا مهم ان نحن نعدل السرعة حسب حمولة المركبة انتشساريو يعني مهم برقورر الكورفة كون بيو اتنسيوني سي لاسترادة بنياتة يعني مهم جدا نحن نسير في المنحنة بحضر اكثر اذا كان الطريق مبتل نون اي كونسنتي تو نون اي كونسنتي تو يعني غير مسموح في فتواره فرماتا نحن نعمل فرماتا نحن نعمل انتظار سوستا او وقوف مانوفر دي ريترو مارشا او عمليات للرجوع للخلف اي كونسنتي تو او عكس اتجاه السير النون اي كونسنتي تو يعني غير مسموح يعني غير مسموح للتجاوز او عمل تجاوز دي الكون تيبو دي باكلو يعني لأي نوع من أنواع المركبات سي لكاريجاتا اذا كان طريق المركبات اي او دوبيو السنسو بيانكا ولا حتى اذا كنا لن نتجاوز الخط الابيض اللي هو موجود في المنتصف سي ديفي في اتجار ادنداتورا بارتيكولارمنت موديراتا يجب السير بشكل اكثر اعتدالا سي سي تشير لكون الرواتينو اذا كان السير بواسطة كويتش اللي استبن او كويتش التواري اللي هو روتينو او روتا دي سو كورسو اه 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 يعني مهمس بوستارسي انحنا نعد نفسنا البيو بوسبل المارجن داسترو على قدر الامكان نحيط الجانب الايمن دي لك رجاتا في طريق المركبات سي لاسترادا اي ادوبيو السنسو دي اكون دو سول كورسية اذا كان الطريق تجاهين للسير ولا دي فقط حارتين للمرور بيسمح بعمل سورباسو او تجاوز للمركبات سي اذا لاسترادا اي السنسو اونيكو اذا كان الطريق اتجاه واحد للسير لاسترادا ادو كورسية بير اوني سنسو دي مارشا يعني الطريق لديه حارتين للمرور لكل اتجاه من اتجاهات السير يعني في حارة مخصصة لعمل سورباسو في الحالة دي بيكون عندنا توطالة كورسية يعني في الكل على بعض بيكون اربع حارات للمرور لاسترادا اي اكاريتجاتا سيباراتا او لو كانت لو كانت الطريق ذو طرق لاتجاهات او طرق للمركبات بتكون منفصلة عن بعضها يعني كل كاريتجاتا مختلفة عن التانية بينهم طبعا بيكون موجود لوسبارتي ترافيكو اللي بيفصل ما بين كاريتجاتا وكاريتجاتا اخرى تمام كده احنا اتكلمنا عن دوبيا كورفا بيريكلوزا او دوبيا كورفا لابريما السينيسترا يعني منحنى مزدوج الاول بيكون على اليسار يعني في عندي منعرجات منحنيات اوكي اول واحد فيهم بيكون على اليسار وبعد كيهم مين وكي يسار وكده ففي الحالة دي احنا طبعا هنا الخطورة عندنا في محدودات الرؤية مش شايفين بعد قد ايه الخطر بيكون بعد 150 متر ممكن يكون مختلف عن 150 متر في الحالة دي بيبقى فيه بانيلو مكتوب عليه لديستانس او المسافة اللي بعدها بيكون في الخطر ممكن نلاقي المسافة اللي هي استيزة اللي هي الامتداد من اول المنحنات الخطيرة لحد اخرها تمام طبعا مناخد من المركبات التي تأتي في الاتجاه الاخر عشان احنا مش شايفين كويس خاصة لو كان الطريق اتجاهين للسير وفيه عندنا حارتين فقط للمرور في هذه الحالة طبعا احنا بناخد على قد ما نقدر بناخد على يعني عند الجانب الايمن بحيس ان احنا مش شايفين المركبات اللي بتأتي من النحية الاخرى طبعا لو فيه انتجاهين للسير وحارة لكل اتجاه يعني حارتين فقط للمرور في الحالة دي احنا ممنوع ان نعمل سورباس لأي نوع من انواع المركبات ولكن ممكن نعمل سورباس لو عندنا اكثر من حارة للمرور لكل اتجاه من اتجاه السير فهيكون في حارة مخصصة لعمل سورباس او اذا كان عندنا كل الكاريتجات مستقلة بذاتها في هذه الحالة ايضا ممكن نعمل سورباس وانحنا راح ننتجاه واحد طيب هنا فيه عندنا طبعا ان نعدل سرعتنا شي ونعدلها على حسب رؤيتنا نعدلها على حسب يعني زوية المنحنة نفسها طبعا المنحنة دي ممكن تكون تورنانتي وبيكون فيه علامة بتقول ان هي تورنانتي كده فطبعا بيكون اكثر خطورة فاحنا بنعدل على حسب سرعتنا على حسب زوية المنحنة خلي باننا جدا لو كانت الارض بنياتة او اذا كانت مبتلة ان هي بتعمل طبعا نابت زحلق هنا الكويتش اللي معنا خلي باننا لو الكويتش اللي معنا هي كويتش الستبن او اللي هي رواطينو او رواطة دي سوك ورسو لان هنا في الحالة دي بيكون اي بقى بيكون ان ما بيكونش فيه يعني تماثل ما بين الكويتش اللي هم على نفس الاكس او على نفس المحور فطبعا في الحالة دي ما بيكون الماشي غير منتظم ففي الحالة دي بيكون اكثر حذرا طبعا وهنا طبعا بيكون عندنا ممنوع نعمل فرماطة نحنا نعمل انتظار نحن نتوقف الوقت بسيط او نحن نعمل سوستة نحن نتوقف الأوقات طويلة او ممنوع نحن نعمل حركة ريترو مارش نحن نرجع للخلف او نحن نعمل مارش وبكده بنكون انتهينا من حلقة اليوم ونلتقي في الحلقة القادمة ما تنسوش العجبات الاشتراكات المشاركات